نواصل مع شرح المسألة الأولى في المحور الرابع مطلوب في هذا السؤال حساب التسارع للنقطة D في الحقيقة عندنا الradial component of the acceleration of B هي ARBO هي AB الحسب القانون تساوي VBO تربية تقسيم BO تساوي 148.1 m per second بالنسبة للradial acceleration of A with respect to B ARB حسب القانون أيضا تساوي VAB تربية تقسيم BA تساوي 19.3 m per second لرسمة الacceleration diagram نتتبع هذه الخطوات ورح نتابع هذه الرسمة طبعا هنا معنا الspace diagram هنا معنا الvelocity diagram اللي رسمناه من خلال السؤال الأول ثم مطلوب منا رسمة الacceleration diagram كيف تحصلنا على الacceleration diagram نتتبع هذه الخطوات الخطوة الأولى مطلوب رسم الO'B' موازي للBO to some suitable scale ماذا يمثل هذا في الحقيقة؟ يمثل الacceleration of B with respect to O الO'B' هو الacceleration of B نقطة B بتنسبة إلى النقطة O أو بكل اختصار هو إيش؟ هو الARBO أو حتى الAB يعني الفكتور O'B' يساوي الARBO اللي هي في الحقيقة الAB تساوي حسب الحسابات الأخيرة تساوي 148.1 m per second square في الحقيقة مدام الكرانك OB يدور بسرعة ثابتة constant speed ما رح يكون في عندنا tangential component of the acceleration على طول رح يكون معنا الAB هي الARB هي الradial component نجي هنا على الرسمة النقطة نختار نقطة O'dash نرسم الO'dash B'dash هو خط موازي في الحقيقة يمر من النقطة O'dash موازي لماذا؟ موازي للspace diagram OB أو عفوا موازي للOB في الspace diagram هذه أول خطوة نختار نقطة أي نقطة O'dash من خلالها نرسم خط موازي لماذا؟ للOB بقيمة ماذا؟ بقيمة الAB حسب نختار suitable scale بقيمة 148.1 m per second فحددنا هنا النقطة B'dash هذا الAB أول خط رسمناه في acceleration diagram النقطة الثانية النقطة الثانية أو الخطوة الثانية The acceleration of A with respect to B فيها two components فيها الradial component اللي هي الARB وفيها التنجنشيال component اللي هي الATATB في حقيقة الradial component حسبناها خلاص كيف رح نرسمها على acceleration diagram كالاتي؟ من النقطة B'dash نرسم الفكتور B'dash X موازي للAB بهذه القيمة قيمة 19.3 m per second يعني نجي من النقطة النقطة B'dash هنا ونرسم BX BX هذه كيف رح تكون؟ BX موازي للAB نرجع هنا عفوا نرجع هنا للacceleration diagram موازي للAB فين الAB في الSpace diagram هذا الAB تمام؟ فهنا معنا الB'dash X موازي للAB بقيمة ماذا؟ بقيمة نعرف هذه القيمة طبعا اللي هي 19.3 m per second نحولها حسب الScale هنا في الAcceleration diagram ونحدد خلاص النقطة X من خلال قيمة الAB الخطوة اللي بعدها and from the point X اللي تحصلنا عليها نرسم الفيكتور X A'dash عمودي على ماذا؟ على الB'dash X بس الماغنيتود احنا ما نعرفها كيف رح نرسم؟ من النقطة X نرسم خط عمودي احنا رسمنا هذا الخط O'dash B'dash رسمنا هذا الخط B'dash X نرسم خط عمودي على هذا تمام؟ عمودي على الB'dash X رسمنا هذا الخط اوكي؟ ثم بعد ذلك خلينا نشوف الخطوة الموالية from O'dash نرسم O'dash A'dash موازي لماذا؟ موازي لمسار النقطة A او السلايدر A ماذا يمثل هذا؟ الـ Acceleration of A with respect to O نرجع هنا للـ Acceleration Diagram السلايدر في الحقيقة السلايدر A هنا النقطة A تعمل خط حركتها خطية مستقيمة فالسرعة سرعة A ستكون على هذا الخط في هذا الاتجاه والـ Acceleration أيضا ستكون على هذا الخط المستقيم فـ Acceleration of A with respect to O ستكون على هذا الخط اللي هو يمر من O'dash وموازي لماذا؟ موازي للـ O'dash على الـ Space Diagram يتقاطع الخط الأول X A'dash و O'dash A'dash في النقطة في النقطة A'dash هنا ومن هنا مباشرة نستنتج هذه المسافة A'dash X هي Tangential Component of the Acceleration of A with respect to B and الـ Vector O'dash A'dash هو في الحقيقة قيمة تسارع السلايدر A بالنسبة إلى O يعني هي Acceleration of A with respect to O The Vector X A'dash and O'dash A'dash intersect في النقطة A'dash نربط مع بعض ماذا؟ نربط A'dash B'dash نرجع هنا للرسمة نقوم بربط ماذا؟ نقوم بربط تحصلنا على النقطة A'dash عندنا من أول النقطة B'dash نربط مع بعض A'dash B'dash الهدف ماذا؟ الهدف هو حساب التسارع على الميت point D مدام الميت point D يعني النقطة D في الSpace Diagram هي جاء في النص ما بين A والB فنحدد النقطة D'dash اللي هي في الحقيقة ماذا؟ اللي هي نقطة النص ما بين A'dash والB'dash نربط O'dash بالD'dash ماذا تكون هذا الفكتور؟ O'dash D'dash في الحقيقة من Acceleration Diagram ماذا يكون؟ ما رح يكون إلا ماذا؟ Acceleration of D with respect to O وذلك استناداً على ماذا؟ استناداً على نسبة يعني قيمة التناسب ما بين الأكسليريشن دياغرام والسبيس دياغرام في الحقيقة B'dash D'dash على أو تقسيم B'dash A'dash تساوي البد تقسيم البد وهو ما أشرنا إليه هنا أنه النقطة D هي في منتصف AB فعلى طول D'dash رح تكون في المنتصف A'dash B'dash إذن من خلال الرسمة Acceleration Diagram by measurement رح نقيس مسافة أو الفكتور O'dash D'dash هي ما رح تكون إلا Acceleration of the midpoint D of the connecting route نحصلها تساوي ماذا؟ تساوي 117 meter per square